في إطار التعاون المستمر بين مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الحياة لتعزيز قدرات الشباب وتطوير أليات إدارة الحالة وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التلموي ووزارة التضامن الاجتماعي تم تنظيم المعسكر التدريبي الأول بين المؤسستين حيث انطلق المعسكر يوم الثالث من أكتوبر واستمر حتى الخامس من أكتوبر الحالي بمشاركة 120 شابا من فرق عمل المؤسستين جهود كبيرة يبدلها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتأهيل الكوادر الشبابية والمتطوعين حيث نظمت مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الحياة معسكرا تدريبيا لتعزيز قدرات الشباب وتطوير أليات إدارة الحالة مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وطبعا تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي قامت مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الحياة بإطلاق المعسكر التدريبي الأول لإدارة الحالة وده بهدف تعزيز قدرات الشباب ورفع كفائتهم في كافة محافظات الجمهورية على إدارة الحالة وكيفية تطبيق المعيير الاستحقاق الحالة الفعالية النهاردة هو معسكر مشترك بين مؤسسة صنع الحياة ومؤسسة حياة كريمة ومؤسستين في التحالف الوطني الهدف الأكبر من المؤسكر أن نعمل عملية تبادل خبرات في ملف إدارة الحالات بين المؤسستين بيحضر المؤسكر 150 متطوع ما بين حياة كريمة وصنع الحياة بنشتغل مع الناس على مساحات تقنية في إدارة الحالات ومنهجيات إدارة الحالات والاستمرات اللي بنشتغل بيها وبنوحد الأهداف كمان اللي احنا نتحرك بيها كمؤسستين خلال الفترة الجيلة إن شاء الله والمؤسكر بيضم حوالي 120 متطوع ما بين متطوعين مؤسسة حياة كريمة وصنع الحياة والفكرة أنه على مدارة ثلاثة يام المتطوعين كانوا يتعرضوا لي مجموعة مختلفة من البرامج التدريبية متمثلة في محاضرات وكمان في عنشطة عملية يقدروا ومحاكاة يقدروا من خلالها يتعرفوا على موضوع إدارة الحالة يهدف المعسكر لطرح تصور مختلف وتشاركي لإدارة الحالة وضمان تقديم الدعم المناسب والمستدام لكي يصل هذا النموذج لكافة المواطنين المحتاجين في مختلف كرة ومحافظات الجمهورية الورشة النهاردة قلت هي عبارة عن ورشة تفاعلية هي قلت لها ما فيش حاجة نظرية هي عامة فيه زي تفاعل إزاي تفاعل مع الحالة نفسها إزاي يقدر يرسل الحالة نفسها من تقييم البحث نفسه في الأول خالص عشان يقدر يصل أكثر عدد مستفيدين أو الأكثر استحقاقا للحالة نفسها إحنا النهاردة جايين بين مؤسسة حياة كريمة وصناح حياة إزاي نترابط بين المؤسستين في العمل التطوعي وإن إحنا إزاي هندرب متطوع ناجح متمكن إنه يقدر يتعامل مع الحالة بشكل كويس جداً وشكل متمكن إحنا موجودين هنا نهاردة هتدربنا على المعايير العلمية السليمة إن إحنا إزاي نعمل بحث حالة إزاي ننزل الحالة كبحث ميداني نترك الأبواب إزاي نعرف بيانات نجمع أكبر بيانات داخل بحث الحالة كمان اتدربنا عن إزاي أن أنا أدير متطوعين وإزاي أدرب المتطوعين أنهم يتعاملوا مع الحالات وبحث الحالة يعد هذا المعسكر خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات الشباب في إدارة الحالات الاجتماعية وتطوير حلول مبتكرة تتناسب مع مختلف الاحتياجات المجتمعية وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنفيذاً لتوجهة الرئيس السيسي أحمد الحسيني التلفزيون المصري